يفضل استخدام المشت أو الفرشة الخشب وفي ناس كتيرة ممكن تستغرب الموضوع ده يقولوا إيه المشت الخشب بس أنا عارف إن فيه أمهات ويعني زوجات كتيرة قوي عارفين المعلومة دي لأنهم شطار المشت الخشب هو المشت المناسب المشت أو الفرشة خلاص؟ ولازم كمان لو مشت مش فرشة يكون أسنانه واسعة يعني يكون المسافات ما بين السنون دي واسعة المشت الدي غلط لأنه بيقطع الشعر بيقطعه بمعنى حرفي حد يقول لي طيب هو الفرشة اللي احنا بنسرح بها الفرشة البلاستيك دي فيها خطورة أقول لهم آه هي غلط برضو ليه؟ لأنها بتولد شحنات كهربائية بتؤثر سلبيا على الشعر حد هيقول دلوقتي يا الله يا عم ما احنا طول عمره بنستخدمها تمام لكن احنا دلوقتي بنقول الصح وزي ما اتفقنا احنا بنقول الصح وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه فاحنا لما بنقول على فكرة المنتجات اللي هي الخشبية اللي بيقول لكم عليها تيه أحيانا بتبقى أرخص يعني أو في أغلب الأوقات إن ما كانتش نفس الأسعار فهي أحيانا بتكون أرخص من الفرش الشعر اللي هي الحدة أو اللي هي البلاستيك أو كده المهم يعني بلاش البلاستيك لأنها وإحنا كمان اتفقنا إذا كنا احنا كنا بنعمل حاجة أنا بتكلم بقى على الأمهات وعلى الزوجات وعلى حتى الأباء وكده طيب اكتشفنا إنها غلط يبقى نحاول إن احنا نتجنب هذا الخطأ مع أطفالنا خلاص فقلنا فرشة الشعر أو المشت البلاستيك بيولد شحنات كهربائية وده بيقلو تأثير سلبي على الشعر طيب إيه تاني من النصايح اللي عايزة أقولها للأمهات بخصوص شعر البنات الصغارين التسريح تسريح الشعر يبقى من فوق لتحت من فوق لتحت تمام ومسكتك للشعر يعني عادة الأم أنتوا أكيد فاهمين قصدي لما بتيجي تسرحي بتبقي مسكة الشعر وتسرحي كده خلي مسكتك للشعر يعني للبنش أو للجزء من الشعر اللي أنت مسكاه ما يبقاش مقارب قوي لإيدك لا خليه خلي المسكة دي تبقى من تحت شوي ليه علشان ما يبقاش فيه شد أو ما يبقاش الموضوع مؤلم للطفلة خلوا بالك من التفاصيل الصغيرة دي قوي يا جماعة تفاصيل دي تبان صغيرة لكنها يعني إيه الضرر إن إحنا نتجنب إن الطفلتنا بنتنا الحلوة الأمورة الأمر دي الجميلة دي إن إحنا نجنبها الألم مثلا فخلي بالك وإنتي بتسرحي شعر بنتك إنتي عادة بتبقي مسكة كده جزء من الشعر وبتسرح طول ما المسافة دي صغيرة إنتي غصبا عنك لا إراديا كده أو بلا وعي هتشدي الشعر أكتر فده هيكون مؤلم فحاولي تخلي المسكة زي ما بقول من تحت أكتر وتسرحي هيبقى منها أن إنتي متحكمة في الشعر وفي نفس الوقت لا تسببي الألم لطفلتك لبنتك وده أمر يعني عظيم تمام؟ إفرقي الشعر يعني إيه إفرقي الشعر طبعا كل ناس عارف بس مش الفرقة بتاعت الرجالة بقى فرقة البنات فرقة شعر البنات غير كده خصوصا بقى البنات الجمال اللي شعرهم بيبقى كسيف ما شاء الله وتقيل خلاص يعني سرحيه حبة بحبة يعني خدي حبة وبتدي سرحيه وحبة تانية وبتدي سرحيه دي اسمه فرق الشعر طبعا أنتوا أسادزة بقى أنتوا اللي تتعلمونا بس أنا يعني بكتهد كده على قد يعني تمام؟ يبقى تسرحي الشعر تفرقيه يعني تشتغلي فيه كده أو تسرحيه حبة بحبة كل مجموعة كده بمجموعة تمام؟ في حال استخدمتي السشوار أو مجفف الشعر وده مش ضروري خالص بس في حال استخدمتيه وأحيانا بيكون له ضرورة على فكر يعني أحيانا مثلا بيكون فيه ضرورة أنك تنشفي شعر الطفل عشان مثلا المكان فيه طيارها أو مكان شغال فيه مثلا أجهزة تكييف في البيت أو مراوح أو خارجين على طول أو ما إلى ذلك فبيكون فيه احتياج أن الشعر يكون ناشف فممكن ساعتها الأم تقول إيه لا أنا هستخدم السشوار مش عشان أضر بنتي ولا حاجة لأن السشوار استخدامه الكثير أو المتكرر لضرر تمام؟ لكن أنا عشان عايز الشعر ينشف عشان أتجنب ضرر أكبر لقدر الله فإذا كان هناك ضرورة لاستخدام سشوار أو استخدام مجفف الشعر زي ما بقول فلازم يكون على أقل درجة اللي هو اللو مش هو بيبقى درجات كده سواء بالأرقام أو بالكلمات يعني لو أو ميديم أو هاي مثلا أو واحد اتنين ثلاثة فأيا كان بقى اللغة يعني المستخدمة للتوجيه حضراتكم فلازم تبقى الاستخدام مع الأطفال يكون على أقل درجة ليه؟ علشان شعر الطفلة بيكون حساس شعر الأطفال بشكل عام بيكون حساس علشان كمان لو استخدمنا على مستوى عالي شوية ممكن لقدر الله ده يتسبب في حرق أو على الأقل لقدر الله يعني حرق ده يعني لقدر الله أو على الأقل على الأقل لا سعب في فروة الراس لأنه بيكون هوى سخن جدا فده ممكن يؤثر برضو جدا على الطفلة ويخليها تتدايق من الموضوع ومتبقاش عايزة تسرح شعرها ويسبب لها الألم فليه نعمل كده؟ نخلي بالنا من هذه التفاصيل الصغيرة نكمل النصائح اللم الجامد لم الشعر جامد غلط ففي ناس مكتول إيه؟ هو إيه لم الشعر الجامد ده؟ هقول لكم يعني ديل الحصان غلط التسريحة الشهيرة دي أو الضفيرة دي غلط خلاص؟ إذا اضطرينا أن احنا نعملها تبقى مرات قليلة وده ليه غلط؟ لأن الشعر الجامد ده في حاجة اسمها أنتوا أكيد عارفين المصطلح ده الشعر لما بيتلم جامد يعني بتاخدوه كده وتلموه على وراء مثلا أو كده حاجة اسمها بينحل بينحل الشعر يعني إيه بقى ينحل الشعر دي من الناحية الطبية؟ يعني إضعاف الإمداد الدموي للأطراف البعيدة إضعاف الإمداد الدموي للأطراف البعيدة يعني أنت مثلا لمتي الشعر هوج شديتي كده جامد ولميتي عملتي دي الحصار فتلاقي الأطراف اللي هنا دي الدورة الدموية بتاعتها ضعفت فتلاقي الدم قل فإيه اللي يحصل لها تخف تبقى خفيفة وممكن لقدر الله تقع فتلاقي أماكن فيها شعر أقل من شعر أو شعر أماكن فاضية أو شعر ضعيف قوي فيها معرض للسقوط لقدر الله أنا عارف كويس قوي إن في أمهات كتيرة قوي بيعملوا حكاية لم الشعر دي خوفا من لقدر الله حشرات الشعر خصوصا في وقت بقى كمان دخول المدارس تحديدا وكده لكن أنا بقول لكم برضو الصح واكتهدوا إنكم تدوروا على طرق أخرى تمام؟ تحمي الشعر بتاع بنتكم يعني من الإصابة بحشرات الشعر خلاص وفي نفس الوقت ما تأثروش سلبيا عليه وانا زي ما بقول لكم بقول لسه من شوية إذا اضطرنا نحنا نعمل كده فما يبقاش طول اليوم وما يبقاش كل يوم خلاص إذا جمعت الشعر أصلا في ربطة أي ربطة خلي الربطة زي ما احنا بنقول لوس يعني اللي هي ربطة غير محكمة ما تبقاش الربطة اللي هي الجمدة ما تبقاش اللمة اللي هي الجمدة دي لأ تبقى الربطة محكمة تبقى ربطة واختى شكل صحيح لكنها لوس يعني كده سايبة تمام كده؟ خلاص دي نقطة مهمة جدا تواك الشعر تواك جمع توكا تواك الشعر معظمها بيقطع الشعر معظمها مهما كان شكلها لطيف وطفولي والحقيقة فيه اجتهات في الاكسسوار قوي بتاع البنات في المجال ده بس الحقيقة بقى ان توق الشعر معظمها بيقطع الشعر استخدامها بيؤدي الى قطع الشعر عشان كده بيفضل استخدام الاساتيك الاساتيك كمان العريضة الاساتيك اللي هي اذا كانت بتلم الشعر او بتلم جزء من الشعر فالاساتيك كل ما كانت عريضة كل ما كانت افضل نصيحة اللي بعد كده قصي أطراف الشعر عند طفلتك أو عند بنتك مرة كل شهرين أو ثلاثة على فكرة فيه ناس يعني فيه بعض الأطباء في تخصص الأمراض الجلدية بيقولوا إن قص الشعر أطراف الشعر مش القص الشعر كله قص الأطراف ممكن يبقى كل شهر كمان ده المعدل المطلوب لكنها بقول إيه كل شهرين أو ثلاثة ليه؟ الحكاية دي بتخلي الشعر ينمو أحسن يا جماعة تمام؟ خلاص؟ القصة كمان القصة اللي بتنزل هنا دي لازم تقصيها قبل ما تغطي الحواجب عند طفلتك خلي بالك إن القصة دي مش عايزينها تتدخل مع الرؤية ولا إنها تدايق الطفل سرحي شعر بنتك أو طفلتك لما تكون مش تعبانة هي مش تعبانة ومش جعانة ومش متضايقة وانت كمان بلاش تسرحي شعر طفلتك وانت عصبية أو متضايقة لأن ده هينعكس عليكي وهتقلمي بنتك من غير حتى ما تقصدي أنا عارف إن فيه أوقات كتيرة قوي بتتحول الموضوع ده إن الأم وهي بتسرح شعر بنتها بس بقى سكوتي بقى وتلاقيها مثلا هي متنرفزة من حاجة الأم أو يعني متضايقة من حاجة وبتطلع شحنة كده سلبية في بنتها إذا كانت مثلا بنتها حتى مثلا مش متجوبة معاه لا دي لحظة جميلة حولوا اللحظات دي إن أنت هي قاعدة كده تسرحي شعر بنتك حولي اللحظات دي لذكريات حلوة مع بنتك اتكلمي معاها بكل حب واهتمام اشتركوا في القناة